السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته كل سلام طيبين أنا من زمان وانا نفسي نعمل لكم فيديو نعرفكم الفرق بين البوري وبين الطبار هو مبدئيا كده يعني شفاويا الأول الفرق بين البوري والطبار هما الاثنين نوع من أنواع البوري سمكة البوري باختصار شديد هي بتبقى لحمتها قطرة من لحم الطبار نعرفكم ازاي بقى سمكة البوري بتبقى رأسها صغيرة سنة وبتبقى شبه مدورة أما الطبار بيبقى رأسه أطول شوية وبتبقى مسلوبة ومبططة تعالوا كده تجمع رأس السمك دي شايفين انت الرأس دي عاملة ازاي هي عايزة من فوق شايفين الرأس اللي بعدها دي عاملة ازاي شايفين اللي بعدها عاملة ازاي طيب طيب شايفين يا جماعة ازاي انا بقى نميز البوري من الطبار انا عندي السمكة ديت السمكة دي بور يا جماعة شايفين الرأس دي عاملة ازاي شوفوا الرأس دي والرأس اللي بعدها شايفين يا جماعة دي بتبقى مدورة كده شوية ودي بتبقى ايه مدببة كده زي ما انتم شايفين شايفين برضو دي عاملة واللي قبلها دي بوري ودي توبار دي بوري ودي توبار دي توبار دي توبار ودي بوري شايفين اللي هنا دي جماعة اتبقى احنا خلاص يا جماعة عرفنا ان السمكة ديت دي بوري واللي جنب منها توبار الفرق بقى واضح جدا في السمكتين دول بالاخص ديت ودي تمام يا جماعة طبعا اللي بعدها اللي هي ديت بوري توبار كده ان شاء الله جماعة هنعرف نميز بعد كده الفرق من البوري وبن التوبار تحياتي ليكم يا رب تكونوا قدرتم تستفادوا معنا بحاجة وما تنسوش لو الفيديو يعجبكم ادعمونا بلايك